جاءت تصريحات البرلماني الألماني أندري هينكو خلال مشاركته في نشرة الأخبار الإنجليزية على فضائية نارونهي وبخصوص ترشيح القائد الكردي عبدالله أوجالان لنيل جائزة نوبل للسلام قال البرلماني الألماني عن حزب دي لينكي أندري هينكو إذا نال أوجالان جائزة نوبل للسلام حينها سيتم رفع اسم حزب العمال الكردستاني وحركة تحرر الكردستانية من قائمة الارهاب وتابع هينكو قائلا الجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي رفضت في نيسان عام 2013 إدراج اسم حزب العمال الكردستاني على لائحة الارهاب ما يشير إلى توجه القوى السياسية في الغرب إلى التخلي عن سياساتها التي تفتقر في بعض الأحيان إلى الديمقراطية وأشار البرلماني الأوروبي إلى أن إدراج اسم الحركة الكردية على لائحة الارهاب سيعرقل بشكل كبير المساعي الضعوبة التي تبذل لحل القضية الكردية بشكل سلمي وتابع البرلماني هينكو بأنه حان الوقت لكي تعيد الحكومة النظر في سياساتها تجاه الحركة الكردية الديمقراطية عندما تقوم الدولة الألمانية الأكثر نفوذا في الاتحاد الأوروبي بتصحيح سياساتها تجاه الكرد فأنها ستقوم بدفع مساعي السلام لحل القضية الكردية في المنطقة أما عن تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في روجافا فقال البرلماني أن نشوء نموذج ديمقراطي كنموذج روجافا في منطقة تسودها العنف وتتحكم بها أنظمة استبدادية يعد خطوة إيجابية لدمقراطة عموم المنطقة الإدارة الذاتية في روجافا تحفظ حقوق الأقليات وتفسح أمام المجال للعب دوري فعال لإدارة أنفسهم بشكل ديمقراطي وأشار البرلماني إلى رغبته في زيارة روجافا للطلاع عن كثب على الأوضاع وعلى نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية كما فعل البرلماني الألماني يان فان أكن وأبدى البرلماني الألماني قلقه من الحصار المحكم المفروض على روجافا والهجمات التي تشنوا المجموعات المسلحة وتأسف على أن هناك أسلحة ألمانية وغربية يتم استخدامها في الهجوم على مناطق روجافا وسوريا كما علق البرلماني الألماني على موقف الاتحاد الأوروبي من روجافا مؤكدا على ضرورة الضغط على القوى الأوروبية من أجل دعم الشعب في روجافا والتواصل مع السياسيين الغربيين لإضاحة قضية روجافا وأشار أندريهينكو في هذا السياق إلى الزيارة التي قام بها البرلماني الألماني يان فانيكن إلى روجافا وتأثير الكبير الذي خلفه خطابه عن روجافا على البرلمانيين الألمان ترجمة نانسي قنقر